شكراً سيد الرئيس سيدات والسيدة نواب المحترمين سوف أبدأوا هذا ال ورد وتفاعل في الواقع مع ما جاء في بعض المدخلات المدن المغربية اليوم يمكنه بصفة عامة أن نضعها على الشكل التالي هناك المدن العتيقة هناك المدن الأوروبية هناك التجزئات السكنية والبرامج السكنية لنجزتها الدولة بواسطة هذه المؤسسات العمومية وهناك أجزاء ديال المدن التي ستنبتت بالسكان غير اللائق بمعنى وهذا من باب إنصاف للتاريخ وإنصاف لما قامت به هذه المؤسسات دور هذه المؤسسات في إحداث المدن وتوسع المدن وحل المشاكل ديال السكن كان حاضراً بقوة هذا لا يعني أنه كما قيل أنه كانت هذه المؤسسات عرفت تجاوز بالنظر إلى التطور اللي عرفته عرفوا المناخ الاقتصادي والاجتماعي والتقافي ديال بلادنا هنا أريد أن نوقف واحد الثانية اللي أقول أن تحويل المؤسسات العمومية ما هيش عملية ميكانيكية ديال تحويل قانون بقانون وجمع فيما بعد جمع المؤسسات العمومية بقدر ما يهم هذا القانون وهذا هو قطب الراحة هذا القانون يهم إعادة النظر في أدوار الدولة في مجال الإسكان إعادة النظر في الأدوار ديال السلطة العمومية فيما يتعلقوا بإنتاج السكان ما ننسوا شيء أن مثلا ليراك زمان ما كانش عندها الحق أنه تدخل في شركة مع القطع الخاص اليوم بعدها التحويل كيمكن للدولة أنه تقوم بشركة مع القطع الخاص أعطيت مثال فقط بالإضافة إلى توسيع الاختصاصات تدقيق الاختصاصات وترشيد الاختصاصات في التوجه الحالي والمستقبلي ديال بلادنا حضرت سيدات وسادة سأعطيكم شوش ديال الأرقام هذا الوضع الذي بعض المرات توصف أنه كان فيه اختلالات وكان فيه مشاكل إن شاء الله هذه السنة أقول ذلك تحت مراقبة زميلي وصديقي وأستادي السيفتح الله والعلو هذه السنة العمران الذي كان اليوم وللمؤسسات العمومية بلغ حجم الاستثمار ديالهم خمسة فصيلة ثلاثة مليار ديال الدرهم من المرشح أن تكون العمران أولى مؤسسة عمومية على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاستثمار سنة المقبلة نتوقع ما بين ستونس وسبعة ديال المليار مما سوف يرشحنا بحول الله أن تتصدر مجموعة تيال العمران الصدارة الصف الأول ضمن المؤسسات الكبرى ديال البلاد فيما يتعلق بالاستثمار هذا برهان على أن في هذا الوقت الواجيز حمل أو حملت المؤسسات العمومية موحد الوضع اللي كان ممكن يكون فيه يمكن نسميه اختلالات وأوضاع متردية إلى هذا الوضع اللي بلغتو الحكومة بفضل تضافر جهود الجميع بفضل تضافر جهود الجميع كل مكونات الحكومة اشتغلت على الوضع ديال المؤسسات العمومية والنتائج الحمد لله ها هي دي هذا واحد المشوار طويل ما زال ما وصلنا شيء للتصفية النهائية ولكن ها النتائج الأولى بدأت كتظهر الوضعية الحالية ديال المؤسسات قال السيد نائب باسم الفريق ديال العدالة والتنمية على التقارير تقارير ديال الوضع الصحي ديال المؤسسات الجاوية الجيزة والبناء بسبعة التي تتبت الصحة الكاملة والشفاء الكامل ديال هذه المؤسسات هي رهنة رهنة إشارة كل الفرق البرلمانية لا تقارير ديال نوديت ديال ديال تدقيق التي أنجزت من طرف القطع الخاص ولا التقارير اللي وضعها المجالس الإدارية ديال هذه المؤسسات بسبعة تحت الرقبة ديال الوزارة المالية يكفي لسادة رؤساء الفرق أن يطلبوها نحن رهنة الإشارة باش نعطيه التقارير ديال السنة الماضية ديال هذه المؤسسات بسبعة التي تتبت بأن مؤسستنا العمومية خرجت من الوضع اللي كان ممكن أنه نسمي والبعض فيه أنه كان مكلق إلى وضع ما بقىش فيه مشاكل المادة الخامسة ديال الاستيطناء المادة الخامسة ديال الاستيطناء وكما يدل عن ذلك الاسم وصف الحصاص في كلمة الحصاص جزء من مجموعة فيما يتعلق بتحويل شركات فيها مجموعة من الحصاص يتم تعيين مراقب الحصاص من أجل تدقيق الحصة ديال كل واحد قبل تجمعها هنا الحصة كانت حصة واحدة كانت ديال الدولة وهذه الحصة ديال الدولة ستنتقل من الدولة إلى الدولة هاد الاستيطناء غي كلمة الاستيطناء اللي في الحقيقة من حيث الوقع ديال في الآذان كتعطي واحد الوقع سلبي أما هو هذا تبسيط بحالي قلت للسيدات والسادة في اللجنة هادا مشكلة لم تذهب باعتبار أن هناك حصة واحدة ما كينش حصص وما كينش شركة أكتر كين حصة واحدة ومالك واحد لهذه الحصة الواحدة هو الدولة ولهذا انطلاقا من هادا المنطق الذي تم اعتماده في تحويل المؤسسة ديال الوين سيف ديال المكتب الوطني للسكاة الحديدية ولا المكتب الوطني للنقل تم اعتماد نفس المناجية غير هنا بغيت نقول سيدات والسادة نواب المحترمين أن بتعاون وشاركة مع أصدقائنا في وزارة المالية هذا القانون هو نسخة مطابقة حرفا بحرف وفاصلة بفاصلة للقانون الذي تم اعتماده من طرف مجلسكم الموقر فيما يتعلق بتحويل هذه المؤسسات بجوج ولهذا مشينا بنفس المناجية اللي اعطت نفس النتائج القيام بالعديد من العمليات ديال تدقيق الحسابات ديال المؤسسات اللي تم على ضوءها تقويم هذه الحسابات بالإضافة كما قلت إلى دور مراقب الحصص وضمان المساواة من المساهمين في حين أن الدولة هي المساهم الوحيد في المؤسسات الجاوية وشركات العمران التحويل يهدي في المرور من مؤسسات عمومية الاستثناء اعتمد كما قلت في نصوص قانونية لمؤسسات سابقة هذه الكلمة ديال الاستثناء كتعطي واحد الوقع سلبي في الآذان ولكن من حيث المنطق لا يمكن أن نعتمد المراقب الحصص بينما نحن في وضع ديال حصة واحدة المدنة ليست سكان والاستحضار ديال الخطاب ديال صاحب الجلال النصار والله لمدينة أقادير نحن في كل المناسبات والسيدة والسادة أعضاء اللجنة التي للشرف والاشتغال معهم في البرلمان يعلمون وجهة نظر الوزارة من هذا الموضوع لازلنا نقول ونكرر أننا لا نقبل في بلادنا أن تكون نسبة تطبيق توقعات تصامن تهيئة لا تجوز 10% هذا وحد وضع ديال لنا نحن مغاربة وهذا وضع ديالنا وخصنا نقبله وخصنا نتعاون عليه من أجل تجاوز من كان توقعوا سنجدون مئات مرفق عمومين بعد 10 سنوات اللي هو المدة ديال حيات ديال تصميم تهيئة ما كان وصلوش نتجاوز عشرة في المئة وهذا الوضع هو اللي يعطانا مدن تفتقير إلى مرافق عمومية وافرة وهو اللي حدث هذا الاحتلال الآن في المدونة ديال التعمير اللي غادي جي غادي نجيبوا واحد المجموعة ديال الاقتراحات اللي غادي نقترحوها على السادة النواب ومنضي منها أن وثائق التعمير غادي تكون مقرونة بالتمويل الوزارة اللي طلبت أنه وخصها عشرات خلينا نخليولها عشرات ديال المساحات المخصصة الواحد المرفق عمومي يجب أن تضمان التمويل دياله باش نتأكدوا من بعد عشر سنوات بأن القطاعات الحكومية التي تتوقعوا وتطلبوا التخصيص ديال العقارات من المفروض أنه نفدوا هاد المرافق ما نبقوش في هاد الوضع الغير السليم الغير الصحي المرفوض اللي جعلت أن جل مدننا في وضعين غير طبيعي ما غير يمكنش هذا بلادنا وما غير يمكنش أن نخبعوا الواقع اللي كان عيشوه واللي فيه هاد هاد الخصص البيين الجهوية ديال المؤسسات أمامكم التزمتوا والتزموا وقابلنا في الحكومة أن نغير مؤسسات العمران وأضفنا لها كلمات الجهوية الكلمة ديال الجهوية سوف تتمتع هذه المؤسسات على الأقل بمستوى بالمستوى الحالي فيما يتعلق باستقلاليتها وبأخذ المبادرات على المستوى الجهوي وسيستحيل أن تستعمل مؤسسة في منطقة للعمل في منطقة أخرى إلا لا قدر الله في حالة الواحد الاستثناء أو كارثة طبيعية أو شيء من هالقبيل وإلا غد نكون المنطق هو هذا اللي بننا عليه من هاللول هذا القانون مراقبة العمران من طرف البرلمان قبل من من طرف البرلمان بغيت غير نوضع السيدات والسادة النواب المحترمين في الصورة الوضع ديال اللي زيرك اليوم كان كيترأس المجلس الإداري دياله الوزير المكلف بالإسكاني والتعمير ومعاه مجموعة ديال عضاء المجلس يمثلون بعض القطاعات الحكومية مجموعة العمران اليوم إن شاء الله من بعد ما غديدكون الدمج والتحويل ديال المؤسسة ديال العمران ويدخلوا وفق واحد التقليد المعروف واللي غديدتحكم فيه الدواليب والضوابط المعمول بها في وزارات المالية غديدخلوا المؤسسات وحدة وحدة ولكن فيما بعد غديدتجمع كل شي هاد المؤسسة الجديدة اللي ذكرت بعض الأرقام ديالها غديد يولي الرئيس ديال مجلس المراقبة ديالها هو الوزير الأول ومعه وفي مجلس المراقبة ستاديا الوزراء اللي هما سادة وزير إعداد الطراب الوطني وزير الداخلية وسيد وزير المالية اللي معانا ووزير السكن والتعمير ووزير جهز والنقل ووزير شؤون الاجتماعية بمعنى هذي واحد الوسيلة من الوسائل ديال تحصين وتمنيع وتوجيه بشكل دقيق ديال عمل هذي المؤسسة الكبيرة بالإضافة لها تسبعات ديال الوزراء ديال أعضاء الحكومة كي ينجوج ديال الرؤساء مؤسسة كبيرة اللي هي لصيد يجي صندوق الإداء والتدبير وصندوق الحسن الثاني للتنمية هذا من شأنه أنه يضمن واحد النوع من تحكم واحد النوع من تحصين كما قلت لحاضر ومستقبل العمليات ديال الدولة في المجال العقاري والسكاني فيما يتعلق بالمراقبة ديال البرلمان لعمل المؤسسات هذه المؤسسات ما غدش تنفلت من المراقبة ديال البرلمان قطعا هناك كل المناسبات الأسئلة الكتابية والشفاهية والجلسات ديال البرلمان والجلسات ديال الليجان وكل الوسائل ديال المراقبة التي يمارسها البرلمان سوف تتواصل بنفس الطريقة ونفس الحماس اللي موجود الآن فيما يتعلق بمراقبة مجموعة كبيرة من المؤسسات الشبيهة بالعمران حضرات السيدة والسادة النواب المحترمين أنا في تقديري الشخصي ومن خلال ممارستي للمساهمة في تدبير هذه المرحلة الانتقالية أعتقد بكل صدق أن ما تم إنجازه خلال هذه التلتنوات من طرف الحكومة المتضامنة هو تحول النوعي وانتقال من مرحلة إلى أخرى من مرحلة كان فيها بعض المشاكل إلى مرحلة والذي نكن نتذكره وكان نتمنى وكان نطلبه الله أنه تكون العمران أول مؤسسة على المستوى الوطني من ضمن كبريات المؤسسات المعروفة وهذا واحد التحول الذي في الواقع عمل جماعي خصنا نهني وكلنا نفوسنا عليه لأنه بلادنا إن شاء الله من بعد هذا القانون ستدخل إلى مرحلة جديدة فيما يتعلق بإنتاج السكن وعقلنة آليات إنتاج السكن شكرا سيد رئيس شكرا سيد الوزيز